المهم الإخوة والأخوات مع ذراع الصوت المزاج الأخ شريف أني ننتظر فيك لأنني على بل يبقوا مركم تسمعوا في الصوت صافي ربي بارك فيك الأخ سازي ربي أحفظك إن شاء الله أخ رضا ما تكسر شراسك نمرمده كما هذا الجرد كما كان هو يستعمل في العبارات هذوك نمرمده تمرمي يدلي عمره وعمره في حياته كان يتخيلها معنى ما زال دمي ذقيل وعندي الوقت الكافي وقاعدوا قاعدهم فهمتك؟ قاعدوا قاعدهم أراني نحيط الأخ عبدالخالق الصوت هذا جيوا لي إن شاء الله بالشوية إن شاء الله ونوري له الزنباء أراني ننتظر فيه باش يطلع على المباشر فهمتك كي يطلع على المباشر باش هو إذا كان راه عنده عنده باش هو يلجمني يجي على المباشر راه الصفحة تاعي فيها على الأقل أقل شي كان واحد العاشر عقادة فهمتك كي ينا على الأقل أقل شي كان واحد العاشر عقادة موجودين في الصفحة تاعي في أسلاك مختلفة راه موجودين في الصفحة تاعي منهم اللي نعرفهم ما يعرفه شخصية فهمتك ومنزيش إن ندخل في التفاصيل كي ينا على الأقل كي ينا وزير ومن الرعيل الأول راه موجود في الصفحة تاعي وربما راهوا الآن يتبع فينا خلي من المديرين خلي من المتقاعدين خلي من الأطباء خلي من خلي خلي راه موجودين في الصفحة تاعي وأنا ماذبية باش يجي هو يفضحني أمام ربي وعباده هكذا يعرفه يعرفه الناس هذا المختل العقليين هذا يعرفه هب الوثيق تاعه يجي هو هب الوثيق تاعي بعد يشوف يعرفه الناس يشكون هو المختل العقليين بالأدلة ويعرفه الناس يشكون هو ونزيد له حاجة إذا كان أنا أنا متأكد متأكد باللي ما يقدرش لخطر أنا تحاورته معه عدة مرات تحاورته معه هب الوثيق تحاورته معه ولكن هب الوثيق تحاورته معه إنسان راسه مسكر راسه مسكر مبلوكي لا عنده ثقافة سياسية ولا تاريخية ولا يفهم ربع حروف الشرع الإسلامي إنسان صفار قال لايف بطبيعة الحال الآن ذو كأنا نتكلم واحد نتكلم واحدين نقدر نقول وش نحب نقدر ذوك مثلا أنا هو وراه وقال مثلا مختل العقليين وأنا نقول له نجيب له نحضر له كلمات اللي في حياته ونسمعهم لكن أنا ما ننزلش لهذاك المستوى أنا نتكلم معه بالأدلة بالمنطق والناس تعرف شكون هو اللي كان يشاعل في الفتنة شكون هو اللي كان يشاعل في النار شكون هو صاحب الحجة شكون هذا الإنسان اللي هو على المباشر يتكلم ويقول لك باللي مستعد بباش هو يرحي عشرين مليون هو هو يقولها شكون هو المختل العقليين هذا الإنسان اللي هو في تسجيلات قبل تسجيل تسجيل صغير برك وين أنه يتكلم بعظم ويقول باللي راهو خالد نزار يقول باللي هو راهو من ضباط فرنسا صار ذو كلان يتكلم عليها على أنه موجهد ولازم يكرموه ويداعي في الحصريات فرنسا راكم شفتوه في هذا تسجيل اللي انشرته وين أنه يتكلم يقول باللي أنا كانت عنده مشكلة مع خالدة مسعودي كان يخدم واحد ما على باله بيه ويش كان يخدم فانت من الناس هذو عامة الناس واحد ما على باله قال لك عنده مشكلة أنه راهو من القوة باللي موش قبيلي هذا الإنسان اللي هو يدعم في واحد يدعم فيه متورط برجليه وبيديه في الدماء انتع سوريا متورط برجليه وبيديه في الدماء انتع اليمنيين متورط برجليه وبيديه وبرجليه في دماء وحد خراءة في مشاكل مع المغرب مشاكل مشيك الكثير هذا ذو يستنى هو على جلبه يحكي مع سعيد بن سدير على جلبه يعمر له راسه ويدير في النميمة هذا كاريم مولاي هو بالعظم من تعلس انتعه في قناة فضائية على الحوار وانه يتكلم بالعظم من تعلس انتعه ويعترف باللي راهو وشارك فيه جرائم وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا هذا الناس اللي هو يتكلم عليهم ها هي سي دي جي راهو حسين هاروني خي مازالوا حي شوشان مازالوا حي ونجيوا على المباشر على المباشر نسمع انا كل كل الاتصالات انتاعي مع الناس اللي كنت نتواصل معهم دائما دير احتياطات انتاعي الانسان اللي جاء بصدق على العين وعلى الراس يعرفوني باللي انسان منش من نوع اللي يضرب في ظهر من نوع اللي يواجه يعرفوني الناس اهل القريان تاعي والناس اللي قرأوا معايا والله خدموا معايا يعرفوني باللي ما عنديش دوبل فاص ما عنديش دوبل دي سكور همت بالتالي يذرك هاد الناس اللي هما تكلموا انا عندي الأدلة عندي وش نقول ولكن انا مخليها كما قلوا ريزرب برك انا الانسان اللي راه ودرك هو له خين البلاد ولا راه هو مشارك في الدماء ولا راه هو مشارك في تضمير انتاع أسرك فك تشوفوا فيه كل يوم يهدد في عائلات ليتكلموا معاه يقولوا نشلح لك البنطالون ملا غالي غنتاعوا ليتكلموا معاه يا المخنن يا المصلان يا البولجغللو يا القشريشي يا كذا يا كذا شفتوا جابوا ربي جابوا ربي لعل هذا المشروع هذا تعلموا صالحة اللي ما كانش يسمع به الان راه هو فرصة على جلبش هو يسمع به جابوا ربي على جلبش يخذت مرميدة في المكان المناسب وانا ما كنت نحاوس عليه ولا كنت على بالي بيه والله كنت ديره في الوسمون تاعي شفتوا فقط هو انه تحدث في تسجيل والله مش يتحدث على التسجيل ولكن الكلام مش فيت عليه يقول للناس باللي اتى حدا اي كائن اي مخلوق في الكرة الارضية يكتشف وين راه يكتشف وين راه بنزديره ما يعرفوش السيد دير فيها فونفير فانت اي انسان راه قرى الاعلام والله يعرف الصحافة والله ما قرى لا صحافة ولا اعلام راه يدخل اليوتيوب يعرف يشوف الفونفير تقدر انت في كل اربع ساعات دير ستوديو دير فيها فونفير ويفف الناس راه عنده استوديوات وراه يتبدل وراه كذا وكذا واسمه ورافة الهجان واحد ما يعرفوه والناس اللي انا كنت مدير منتدا لما هو بلك الانترنت ما كانش يعرفه كنت مدير منتدا 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 هذا فيه تفاصيل ما تخترش عن البل نتاعك الميصاج بري في يطالوا عليهم هادو اللي يراموك في المنتدايات وفي كذا ميصاج بري في يطالوا عليه يعرفوه بالتدقيق المكان نتاعك بالتدقيق انت راه عندك برنامج على جل باش انت تخفيني منتدا ولكن راه مكين الناس متطورين اكثر منك راه عندك البرنامج وما عندهم برامج واحد اخرى يعطي لهم الرقم الابيد للاصلين تاعك قدرت انا تعليق شوية هكذا سخر كان قادر هو يتجاوزوا كان قادر هو يتجاهلوا كان قادر هو يديروا هو ما سمعوش خلاص ويمشي هو يلا اهو بلاكة واني علمي الف الطبين ارواح ارواح ندويك ان نشوف كونه الانسان اللي راهه مختل عقليين ارواح ندويك ويجيب الاطباء معاك اطباء النفسانيين جيب المعاك ارواح ندويكم بالواحد ندويكم بالواحد انت 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 يحكم فيك انت تقريت الجامعة أنت يحكم فيك نظار تقريت الجامعة تقريت الجامعة الجزائرية عندك شهادة أنت على ليسونسته يحكم فيك بغل في رأسه هذا الإنسان اللي ساهم في قتل قتل الألاف مئات الألاف الجزائريين هذا نظاره والعربي بالخير والتوفيق وكذا أصبح مجاهدين وتطعن في الرجال وتطعن في الناس الذين يدفعون في أرواحهم للموت ما ستقول علي؟ المرض يضحكوا علي الناس هيا سيدي فرضا أنا أرني مريض هيا سيدي فرضا أنا أرني مريض عندي أنا متعب صحيح وتسبت لي فيها هذا المدة هذه اللي قضيت هنا عندي العشرين سنة ما روحتش أنا وماتوا والدية ما شفتهم شو كذا تضحك علي أنا أراهوا بتالين يا ربي يا سيدي بمرض هيا يا سيدي بتالين يا ربي وهم مرض تعير فيها تعير فيها باللي مريض وعندك الميلة فنتاعي وتهدد فيها اسكت اسكت تتسكتني انتايا الشكر انتوعك التوفيق ونزار وطرطاك الدمويين ما خوفونيش تخوفني انتايا يا بوخنونة يا الهجالة يا اللي تمشي بالعجار كي تخرج تجي خارج ما ما يعرفوش الناس أنا أتحداك دير موعد وروح نتلقى أنا وياك برا أتحداك إذا كنتا راجل دير موعد وروح نتلقى أنا وياك برا وين حبيت فهمت تتخوفني يا ايو 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 زعيم كبير يو تتخوفني ما شاء الله 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 خوفني ايو يجب أن يكون أبوك وأحد أصبحت لي اسم إني وأحد أصبحت لي اسم إبوك على وجه الزعامة لكي يحضروا معي لكي أعطيهم معلومات كيف ستجدك وكيف ستجدك وكيف ستجدك ما شاء الله انت تخوفني ربها اذهب سقصية لأذهب سقصية لكي أرى هم عندكم المخابرات هم عندكم المخابرات هم عندكم الجدارمية وعندكم البوليس ستجدك ومعلان نوردين خبابة في البرج تخوفني اذهب ربحت ربحت أنا مليح مع الناس الملاح بسحبه انتاء تجي تهيني وتهيني العائلة انتاعي وتهيني قدام ولادي وقدام أنسابي و قدام الناس الذين يعرفوني نوريك الزنباع واني سباع فهمتك انت ولي معاك انت لا تعني لي شي فهمتك لا تعني لي والو ونرى نتكلم مع الناس الذين رامي حرشو فيك لانك انت مجرد كلب مجرد مرتزق انت انسان مرتزق رامي حرشو فيك الاجماعة من اجل تصفي انت الحسابات هذا مكان